برية مفصلة تأتيكم من النهار اليوم أهلا بكم والبداية من هذا الحكم حيث قدت محكمة النقد بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية اقتحام السجون وإعادة المحاكمة كانت جنيات القاهرة قدت في يونيو 2015 بإعدام مرسي وخمسة آخرين بينهم محمد بديع المرشد العام كما عاقبت 83 متهما غيابيا بالإعدام شنقا كما قدت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبدة أكد وزير البيئة خالد فهمي ترحيب مصر بالتعاون مع دولة